أزل معرض شرقة الدولي للكتاب الستارة على فعالية دورته الثانية والأربعين بعدما قدم أكثر من خمسة عشر مليون كتاب في مختلف مجالات المعرفة والإبداع أراضها أكثر من الفين وثلاثة وثلاثين ناشرا من مائة وتسع دول حول العالم مسجلا منجزا جديدا لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشرقة بأعلانه للعام الثالث على التوالي أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر ليستكمل بذلك مسيرة منجزات استثنائية هذا العام بعد انطلاقه بمشاركة هي الأكبر على صعيد عدد الدول منذ دورته الأولى وأعربت الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب عن فخرها بالتقدير والإشادة التي نالها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثانية والأربعين من الجهات المعنية بصناعة النشر العالمية والأفراد والزوار مشيرة إلى أن نجاح المعرض لا يترجم الاستراتيجيات ناجحة لهيئة الشارقة للكتاب وحسب وإنما يجسد الإرثة الغنية الذي أسسه صاحب السمو الشيخة دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مدار الخمسين عاما الماضية لبناء ثقافة الإبداع وتشجيع الحوار ودعم الابتكار معربة عن منها بأنه بعد كل هذه الإنجازات الاستثنائية الرحلة في تقديم منصة واسعة للتعلم والتبادل الثقافي قد بدأت الآن وستنمو هذه المنصة وتتطور بأقلام وأفكار المبدعين والعاملين في قطاع الصناعات الإبداعية من جميع أنحاء العالم